نظراً لما يحمله رأي الأكاديمي السياسي من أهمية بالغة أقامت الجمعية العراقية للعلوم السياسية وبالتعاون مع نقابة الأكاديميين العراقيين ورشة تخصصية شارك فيها باحثون في الشأن السياسي والتي تناولوا فيها مشروع قانون الانتخابات الجديد والتي من خلالها طرحت نقاط المشكلات في هذا القانون ومدى تأثيره على الرأي العامة قانون الانتخابات المطروحة اليوم هناك عدة خيارات أو عدة سيناريوهات مطروحة الأول هو اعتماد العراق كل مقعد دائرة انتخابية تقسيم العراق إلى 329 دائرة انتخابية أو 320 دائرة انتخابية وهناك بطروح اليوم اللي أقرب إلى الواقع هو كل قضاء دائرة انتخابية في العراق حوالي 157 قضاء وهو ما يعني أنه 157 دائرة انتخابية أنا أعتقد أنه الركون إلى ذلك هو ليس حل المشكلة كون أنه الشعاب والمتظاهرين يعون أنه المشكلة الحقيقية كانت في إقضاء الصوت المتحول بمعنى أنه هناك مرشح يحصل على 17 أو 17 ألف صوت هو لا يفوز في الانتخابات في حين ألف يحصل على ألفين صوت يفوز أمر رأي الآخر فتمثل في أن بعض الأحزاب السياسية اليوم هي أساس المشاكل والمعويقات التي تواجه الحكومة العراقية في أداء أعمالها أو حتى إنجاز برنامجها الحكومي المقرر من رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي هناك منفذين هناك في لئاسة جمهورية اللجنة للتعديلات دستورية وقانون الانتخابات وكذلك هناك في مجلس النواب اللجنة للتعديلات دستورية والنظام الانتخابي المتمثلة في هذه اللجنة هم ممثيل الأحزاب السياسية وبطبيعة الحال أنه الأحزاب السياسي دائما تبحث عن مصالحها في موضوع التشريعات القانونية والإصلاح كما هم يدعون بالإصلاح بين رأي وآخر يبقى الشارع العراقي في انتظار الحلول التي يراها تتساير ومصالحه في توفير حياة حرة كريمة توفير له الخدمات الأساسية فالشارع العراقي اليوم بات أكثر وعيا من أي فترة زمنية مضت